خدف احمد سيد غريب التالت مش سهل عشان اولا التحرك ازاكي جدا كسر التسلل ازاكي جدا انه يستنى الكورة في ارتفاع معين ويوجهها قبل ما تنزل اسخب بالك ممكن تنزل يسلمها بسدره يحاول يشوتها برجله تطلع علي احنا شوفنا الكلام ده حتى في الاهل الفترات اللي فاتت كورات سهلة ومش طبعية ضيع فهو حسسك انها سهلة رغم ان السهل كان بيضيع لا لا استنى ارتفاع معين حطها ووجهها بشكل معين هايل خدوا بالكم النهاردة اكبر مكاسب النادي الالف شبابه اللي اتواجده في المباراة في رأيه احمد سيد غريب رقم واحد يجي بعد كده محمد اشرف الليفت باك او الباك ليفت ويجي تالت واحد زياد طول لازم الاهل يشتغل عليهم ويزود كمان ويزود شباب تانين حلو حلو خد بالك هو ده حلو ليه بقى حلو لما شوف اربع خمس شباب بيلعبوا في الاهل وبيتقلقوا وفي الزمالك زيهم هتطمن على منتخب مصر هتطمن على الراجل اللي بيبقعد في المدرجات فيتوريا وهو بيبص دايما وبكرر على اللاعبين الشباب هو راجل عينه بتيجي على الشباب فهنا هنتخيل او نتوقع انه منتخب مصر الايام اللي جاية او الشهور اللي جاية او السنين اللي جاية الشكل بتاعه يختلف منتخد بالك منتخب مصر اللي انت بتعالي معاه او زعلان منه او زعلان من نتائجه في الفتات الأخيرة هو ماشي على جيل بقاله ست سبع سنين وفي الست سبع سنين ما كانش فيهم نجاحات مدهشة بس ما فيش يحسن منهم فعلا طيب بيطلع عليها ناس تانية يبقى جديدة ناس تانية الراجل يعرف يختار منهم عشان لما تطلع ناس جديدة بفكر مختلف ومهارات مختلفة ساعتها شكل المنتخب هيختلف لكن لو نفس الأسماء ونفس الوشوش المنتخب مش هيختلف فاحنا كلنا كسبانين كسبانين من اللي بيحصل في الأهلي ومن قبله في نهاية دي الزمالك ده فيما يخص نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة الاتحاد